باتوا استعدادا لمباراة طنطة في الدور اللي لأهل كذبه وده قدر الأهل حسم البطولة بدري لكن المسابقة مستمرة فعنده مباراة يوم الاثنين إن شاء الله مع طنطة في الأسبوع التلاتين للبطولة اللي احتفظ الأهل بلقابها رجع الأهل مبارح من الفجيرة والحقيقة عمل رحلة كبيرة جدا عمل مردود عالي قوي عمل أصداء عالية في الإمارات وحنشوفها بالتفاصيل النهاردة لكن ما إن رجع النهاردة حتى بدأ أو رجع مبارح بالليل يمكن حتى العودة باشموندس كانت في الفترة بتاعة العاصفة الرعدية الترابية العنيفة اللي كست سماء القاهرة لدرجة إنه الطيارة الخاصة اللي كانت رجع بالبيع سمبارح قعدت 40 دقيقة فوق القاهرة مش عارفة تنزل تقلبات جوية كتيرة جدا لا الرؤية تكتبونه العدل أحدزت حالة من الألأ والفزع الشديد داخل الطائرة لكن بعد الحمد لله بعد وقت 40 دقيقة من محاولات الهبوط تمكنت من الهبوط بسلام الله الأهل استأنف زي ما شفتوا حضراتكو هذه اللقاطات السريعة كابتن حسام البدري سريعا اللعيبا خرطت في المران السعدادة لمباراة طنطا غاب عن المران طبعا اللعيب الدوليين اللي كانوا موجودين مع المنتخب في معسكر سويسرا سبعة ما شاء الله محمد الشناوي وسعد سمير وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحسام عشور ومروان محسن وعبدالله السعيد المران شاهد مشاركة النجيري جونيور أجاييه اللي كان سافر لمنتخب بلاده وشارك معاهم كما شارك أيضا الجنوب الأفريقي باكا في المران بعد ما رجع القاهرة أيضا من رحلته لجنوب أفريقيا واكتفى المغربي وليد أزارو بتدريبات في الجيم يعني ما شاء الله بصوا الأهل سبعة مع المنتخب الوطني أربعة المحترفين مع منتخبات بلادهم أيضا عدد من لعب المنتخب الأولومبي كانوا مع كابتن شاوي غريب في رحلة السعودية بدأ الفريق يلم شتاته بدأ الكابتن حسام البدري يستعيد عناصر الفريق عشان يبحث مع الكابتن حسام البدري يلفت نظر على حاجة مهمة أستاذ الرهيب فضل عودة الأجانب في معاده هذا الالتزام قاعد سماعات وشخصية الأهل لأن الدورة بحدش قالك بقى ما هو الدورة حسن بقى وممكن دورنا يتأجل ولا ناخد لنا يوم ولا اتنين زيادة ده الشيء الرائع اللي بيميز الأهل يعني إذا كانش شيء بالاتفاق مع جهاز الفني الكل ملتزم وعلي معلول طبعا بيعاني من إصابة إن شاء الله يتم تأهيله منها كويس لعبة المنتخب اللومبي اللي شاركوا معاها كانوا صلاح محسن وكريم ندفد وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيه في الوقت اللي تغيب شريف إكرامي حارس المرمى الدولي عن التدريبات الجماعية بعد معاناته من نازلة معاوية عمر السلية غاب عن المران بإذن لأسباب خاصة وافق عليها الجهاز الفني والأهل أدى تدريباته الجادة زي ما شفتوها علي معلول إن شاء الله هيرجع للقاهرة يوم السبت ولن يتمكن من المشاركة في مباراة طنطة للإصابة زي ما قلت شاد إذن الجهاز الفني اختنع الجهاز الفني اتفضل بالزبط الجمهورية والوطن والأخبار وكله بدأ الحديث عن تجديد عقد الكابتن حسام البدري جالت الوطن قالت إنه الكابتن الخطيب حسم التجديد للبدري لمدة موسمين مقابل 700 ألف جنيه شهريا الجمهورية قالت الأهلي خلاص جدد للبدري وإنه اللجنة استقرت على 800 ألف جنيه خالصة الضرائب هتلاقوا كل حاجة فيها سعر إلى أخبار قالت البدري بيطلب المليون للتجديد فالثلاث جرائد فيهم ثلاث أسعار بتلاث مرتبات والحقيقة إحنا بس اللي إعلامنا بينشغل بمرتبات المدربين وأجور اللاعبين كلام ده علاقة عقدية في كل الدنيا بين النادي واللاعب بين النادي والمدرب مشكلتنا الناس بصة في طبق الآخر كل واحد بصص للتاني خلصنا من أزمة عبدالله السعيد خلصنا من الكلام عن تجديد عقد اللعيبة بدأ الحديث عن مرتب كابتن حسام البدري وما خلصش من أزمة عبدالله تحتكد الفطرة الجاية هيحيوها من زاوية آخر هيروح فين وهي قعد إمتى وهيتمرن ولا لأ وهيلعب بس هو في حد سأل هم بقيت مدربين الدورة بيقبضوا كم؟ حد أرى فيه اهتمام صحفي يهاب جلال في الزمالك بياخد كم؟ أو بدرو في الإسماعيل بياخد كم؟ أو حسام حسن اللي جدد في المصر بياخد كم؟ أنا شخصيا ما قررتش ما قررتش هذا الاهتمام كابتن حسام البدري من بدري قوي من أول ما نجح الكابتن محمود الخطيب ومجلس دارته بدأ الكلام فرق المرتب وحيجدد وحيمش وحيعد لغاية دلوقت والغاية دلوقت هديكو شفتوا كل جورنان أي المرتب كل جورنان حطت قيمة لرتب المدير الفني اللي نادل ومجلس درايب ومجلس درايب يعني تفاصيل ما اعتقدش إنه بتشغل حد أو بتهم الناس رجل مدرب محترف ما إحنا لو جبنا مدرب أجنابي هيحقق ربما هذا المردود أو أقل شوفه حيبقى مرتبه كام بس لا أنا معلش لا أنا ضد دي تمام طبع فكرة إنه أجيب مدرب أجنابي بكام بيبقى المصري بكام لا أنت بتتغرب عشان تاخد أكتر وأي مدرب مصري أي مدرب مصري هنا أما حيسافر الخليج مش هياخد راتبه اللي بياخده في مصر بالمصري لأنه رايح رايح ياخد فوارق وإلا حيسافر ليه هنا تقعد في بلدك فالربط بين المدرب الأجنابي هياخد ممكن ياخد ألا على فكرة بقيمة المدرب يعني مش هنيجي بقى ممكن المصري بقيمة أقل وممكن المصري أقل فخلينا كل حاجة أفصلها عن التانية معلش فيدي يعني فيتو طيب الأهرام المسائي قالت أنه بازل بيجدد أحزان الأهلي وأنه النادي السويسري طلب التعاقد مع عبدالله السعيد بحثا عن صلاح جديد وأحزان الأهلي فيه طيب ما هو ياريت أنه يروح أوروبا حاجة جميلة جدا لاعب ما هو الأهلي ما كانش ضد فكرة أن أي لعب خدم الأهلي أنه احتارف توقيت الاحتراف كان الخلاف أنا هسألك على عبدالله السعيد بس هاخد لك ثلاث أربع أخبار وورا بعض وهرجع كمسؤول تسويت وقول لي الأهرام المسائي قالت أنه بازل بيجدد أحزان الأهلي وفكر الأهلي بالفيلم النكت بتاع عبدالله السعيد واللي حصل طيب الشروق قالت السعيد بيطالب الأهلي بتحديد مصيره وقالت أن اللاعب قال لمدير الكورة سيد عبدالحفيز أحضر للتمرين أم أنا في أجازة مفتوحة وسيد قال له ده مش قرار الوحد لكن كمان الوطن قالت بعدما الأهلي قاهر مرادونة بربعية عبدالحفيز بيقول مصير عبدالله السعيد في إيد المجلس المصر اليوم من جانبها قالت أنها بترسل تفاصيل إنهاء الأهلي تجميد السعيد الأهلي ما كانش يجمد السعيد وقالت أنه في محاولات لإقناع اللاعب بالتقدم باعتذار مكتوب للمشاركة بالدوري بعد وساطة المنتخد هو قرار الأهلي بإيه رجعت بعد كده قالت الأهلي بيوضح موقف عبدالله السعيد ونقلت عن سيد عبدالحفيز مدير الكورة ما تردد عن أخبار عن سفر عبدالله السعيد بدون إذن وأوضح مدير الكورة إنه سعيد حصل على إذن بالفعل بمد فترة الراحة بتاعته بشكل إضافي بعد اللاعب الدوليين ما رجعوا من سويسرا وقالت أن سيد عبدالحفيز بيقول إنه عبدالله السعيد هينتزم في تدريبات الأهلي ابتداء من يوم السبت بعد العودة وإنه الجهاز الفني منح اللاعب الدوليين راحة 24 ساعة منذ منهم عبدالله السعيد يعني واضح كل هذا الجدل باش مهندس الأهلي جمد عبدالله السعيد عشان يفك التجميد خرار الأهلي ليس فيه عقوبة على عبدالله السعيد لم يقل إيقاف عبدالله السعيد لم يقل تجميد عبدالله السعيد لم يقل تغريم عبدالله السعيد لم يقل من عبدالله السعيد من التدريب قال عرض عبدالله السعيد للأعارة أو البيع فإنت خلينا ناخد القرار في إطاره وطلع بعد كده تصريح من كابتن حسام قال أنا بتعامل إن عبدالله السعيد معي ولو احتاجته لحد ما يتحدد مصيره ده قراري النهاردة يقال إن ابتن سعب حفيز قال ده قراري المجلس في كل الأحوال هو سياسة الآلي والمجلس أو في لجنة الكورة هو اتفاق مع لجنة الكورة والمجلس تفتكر القرار التي تاخد يوميها بمعزل عن الجهاز الفني والإداري لا طوال قرار كابتن الخطيب لا هو كان اجتمعت لجنة الكورة وطلع القرار إذن دعونا لا نأخذ الأمور في منحة مش موجودة فيه لأن احنا برضو إدراكنا إن عبدالله السعيد ما ولعب دولي ولازم ينتظمه يبقى يتمرن ومنتظم كل حاجة مسألة لعبه من عدم لعبه إيه العروض اللي جات له إيه ده كلام حيتقال في لجنة الكورة وإيه لأن يصدر من لجنة الكورة شيء لا نستطيع الحديث في هذا الأمر لأن ده نظام الأهلي إحنا مش هنقعد نجرجر فيه تكاهنات أو لكن في كل الأحوال هي والمقصود الخبر الجاي مقصود بأن الليلة دي كلها اقرأ الخبر الجاي إيه بقى ما تقرأ طيب عشور وإكرامي يطالبون الأهلي بالترضية وده الكلام عن إنه بعد تقصد إنه فيه ربط بين عشان كده عشان يتقالي اللعيب فيه أزمة وسلمان مش عايز واللي سلمان مش عايز يعني هو الفكر عشان يتقال كده عشور وسلمان وإكرامي كمان هو إكرامي دلوقتي هو إكرامي مشكلة إكرامي النهاردة ما هيش العقد إطلاق مشكلة إكرامي النهاردة الرهجل عايز يلاقي فرص للعب عشان ما يروحش عليه كل فرص اللي بقت بتقل شوية عشان المنتخب مع كاس الأمم الإفريقية كان مصنى في رقم واحد بين الحراس الثلاثة أي الظروف يعني اتغيرت بشكل حد جدا بعد كاس الأمم الإفريقية هو الراجل من حق إنه فكر بالطريقة دي أنا عايز أشوف آآ إزاي يرجع المنتخب هو ده أعتقد الهاجس اللي عند كابتن شريف إكرامي مش الترضية وعدم الترضية فإحنا مش عايزين نحط الملحة الجرحة بإستمرار إن إحنا ولذلك أنا بقول لك إيه مش هنطلع نتكلم إلا بمزان في أي معلومة اللي بتطلع من نادي الأهلي صح عندما نعلم معلومة من لجنة الكرة هنبتدي نتحدث طب إيه رأيك في اللي جاي ده إنه فيه اتفاقية بين كابتن محمود الخطيب ده الجمهورية بمشاركة الخطيب والبدر وغالي معاهدة الكابتانو في الأهلي قصتها قالوا إنه حسام غالي لما رجع من السعودية رجع على أساس إنه هيكمل الموسم ويعتزل فالزملاء في الجمهورية بيقول لك لا فيه معاهدة للكابتانو في الأهلي إنه حسام غالي نفسه يكمل لنهاية المشوار الأفريقي عشان يختاتم مشواره والأهلي فيه واخد بطولة الدوري أبطال أفريقي برضو مساء الاستباقية دي مساء الفنية بحتة يا أخوانا إنت لسه عندك عندك قائمة هتنزل من 30 ل 25 الكلمة دي هتتحكم في حاجات كتير جدا يعني عندما يتمكن الأهلي من إنه يعمل كل الأمور دي دون أن يعني يؤثر على قوام الفريق وكيانو اللي هو عايز يكمل بيه ممكن نتكلم في الحاجات دي النهاردة القرار فني بحت النهاردة فني بحت لكن زي النهاردة لا فني عشان ما حدش تكلم فني بحت وجزء منه طبعا سياسة استراتيجي استراتيجي لأنه أنت مش بتتكلم على حسابات الموسم ده ولا المطشين اللي جايين سعاد بتوضيف لي جملة كده بدور عليه هتقول لي ساعات ساعات طيب زي النهاردة لكن في الف تسعمية اتنين وتسين كان في اتنين أو سبعة وعشرين مارس تلاتة وتسعين في بداية مشواره الأفريقي في دوري أو بطولة أنديت أفريقيا أبطال الكؤوس فاز الأهل على بامبة تنزاني خمسة صفر سجل محمد رمضان وياسر ريان ووليد صلاح كلهم منهم هدف وسجل حسام حسن هدفين نفكر حضراتكم في خمسية الأهل في بامبة تنزاني للشاب الجميل هشام سمير كان يعني متفق مع الإعداد وعمل لك صورة ما شاء الله عملي صورة وكلام بمناسبة خلاص بقى يعني أنا بشكرة وانت ذكرته لازم انت شوفها لا 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 من فضلك خلاص 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 أنا بعتزله هو أنا طلبت عدم هو رسم الرجل الصورة بمناسبة عيد ميلاد المهندس عبد القيعي خلاص 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 موضوع ماش هنفضل بس أنا عشان هو ما تصورش أن هم يعني المقصرين لا أنا يعني خلاص الليلة دي تقفلت بقى كمان يعني شكرا يا هشام نشوف خمسية الأهل في برما بنبا التنزاني موسيقى وجول وجول وقل وقل يا وصام حسن وجول ووليد سلاح الدين وقل أربعة 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 وليد سلاح الدين هنشوف يا ترى ايه الفكرة هنا جابوا جولين من خارج السندوق يا ترى أوسام حسان جول أوسام حسان جول ايه ده ايه ده الفكرة رحمة الله كابتن محمد حسام المعلق الرياضي وعلى ذكر محمد حسام خلينا النهاردة ما يفوتناش نهان الكابتن جهاد جريش تم اختياره حكم بشكل رسمي دخل ضمن قيمة حكام كاسل العام نتمنى لا التوفيق بإذن الله يعني يبقى ان حكم مصري موفق في كأس العالم بإذن الله لكن انا بالنسبة للجون بتاع كابتن وليد صلاح الدين يعني نسخة مكررة بطولة العربية اه ده دليل انه بيقصد بيقصد اللي بيعمله في البطولة العربية امام الرجاء ولما قعد كابتن محمود بكر يقول هدف تاريخ هدف تاريخ لو تقدر تجيبولنا بسرعة الناس تفتكر نفس الكرة عايز يجيب هدف تاريخي راح ناحية اليمين خالص على القرب للخط ورقص رقص وللعبها بشماله فجات جود اللعيبة اللي لها المزاق ده لا تحرز الاهداف اعتباطا طب تسمح لي بس الاول قبل ان يفوتونا الامر ديوا كل العزاء لأستاذ ايهاب الهيطة هانسي ايهاب الهيطة مدير متخابات القومية وفاة والدتو اه وفاة والدتو يعني يصبره ويرحمها بإذن الله نشاطر المهندس ايهاب الهيطة الأحزان لوفاة والدتو والحياة شي بشي يذكر ايهاب الهيطة مع المنظومة الادارية لهم دور كبير قوي في تأهل مصر كاس العالم كوبر ما بيلعبش كورة اجمل من الكورة اللي لعبها حسن شحاتة والجيل الزهبي بتاع ابو تريكا وزملائه وما كانتش المسألة فيها الانجازات حتى والتواهج اللي حصل في كاس الأمم الافريقية تلات مرات بس حسن شحاتة على الاقل في تجربة الجزائر والتفاصيل اللي حصلت ما كانش عنده هذا التنظيم الإداري اللي ساعد كوبر بنسبة كبيرة جدا على التأهل لكاس العالم وفيه هدو صحيح صحيح لا بيروح للأضواء لا رجل بيشوف شغله كل المشاطة وجاي بولاد شباب زغيرين يعني بيعتمدوا على العلم في شغلهم شفتهم في شغلهم روحت مرة أو اتنين في تحد الكرة وكان هو موجود في مكتب وفي داخل سلمت عليه شفت بيشتغل ازاي هيسيب وراء ناس كواجد طيب دي كانت الإطلالة الإخبارية السريعة الأهلي القيمة والقامة وحديث وراء أسطورة الملاعب عن نادر قر بعد الفاصل